بورصة مسغطة تشهد مرحلة ركود خلال هذه الفترة مقارنة لما يحدث في مؤشرات الأسواق العالمية حيث شهدته بوطا قويا خلال تداولات الأسبوع الماضي انخفاضات معظم البورصات بنسبة جاوزت 5% بما فيها المؤشرات الأمريكية والأوروبية وأسواق آسيا إضافة إلى مؤشرات أسواق المال الخليجية مؤشر بورصة مسغطة واصلت تراجع وافتتح جلسات الأسبوع على انخفاض والمؤشر الرئيسي ما زال دون مستوى 4500 نقطة وبأحجام تداول متواضعة بلغت مليونا ومئتين وسبعة وسبعين ألف ريال عواني أدت إلى تراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 23 مليار ومئة وثلاثين مليون ريال عمني بورصة مسغطة كانت واحدة من هذه الأسواق التي تأثرت ولكن كانت بأقل حدة في انخفاضاتها تأثير كان أيضا في عملية السيولة طبعا وهذا أمور طبيعية ما يحدث اليوم في بورصة مسغطة وناتج طبيعي لما يحدث من تخوفات في العالم وتأثيرات لا ننسى أيضا أن هناك انخفاض حدث بشكل كبير خلال السبوع الماضي في سعر البترول أكثر من 5% في المقابل هناك دعم من الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية حيث رفعت حجم مشترياتها في بورصة مسغطة وذلك لامتصاص موجات البيع المحلي والأجنبي واستأثرت بأكثر من 40% من جمال قيم تداولات الأسبوع الماضي نعتقد أن مع بداية ظهور النتائج النصف أو الربع ثالث سيكون الموضوع أفضل بشكل مرحلي إلى ارتفاعات حتى مرحلة ارتفاع الأسعار أو ظهور مؤشرات التضخم بالنسبة لأسواق العالمية واستمر اهتمام المستثمرين في أسهم القطاع المصرفي حيث سهم بنك مسغطة تداولات اقتربت من مليون ومائتي ألف سهم يلي سهم شركة المدينة كافل بعد تداول أكثر من 400 ألف سهم انخفاض أحجام وقيم التداول في بورصة مسغطة مع ميل أسعار أسهم الشركات إلى التراجع متأثرة بالتراجعات الحادة التي تشهدها البورصات الإقليمية والعالمية مع استمرار المخاوف التضخمية وارتفاع أسعار الفوائد عالمياً وانخفاض أسعار النفطة التي تتأثر بالظروف الجيوسياسية العالمية سعود بن سعيد المعوري مصغط